مستاذة سوسن تتفضل؟ ازاي حضرتك يا شيخ؟ فضل ونعم الحمد لله بقول لي حضرتك ايه؟ انا كنت يعني مدينة دين للناس طيب ماشي؟ وكاتب 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 علي إصال طيب بعدين دفعت جزء من الإصال البداع ولما جيت اكفى للجزء الثاني الاخير يعني كان فاضل مبلغ بسيط المهم انا قديت تان زوجة قبل ما اتتوفق قد قديت هولو قلت له لو سمحت اوصل الامانة دي واقدر لفلان فلاني نعم جاء زوجة اقول لي شوية اللحة عليها اللحة عليها اتصل بفلان فلاني الله اعلم انا طبعا كنت بشتغله كده المهم ما وصلوش البتاع الموضوع ده بقاله اكثر من عشر سنوات ثانيا يعني دلاتي بيطلبوني بالفلوس انا يعني قدام حقمر الدين ايه دلوقتي انا دفعتهم ممكن هم موصلش الفلوس لا لا حضرتك ما دفعتهمش ولا حاجة حضرتك اديتي الفلوس اقول لي حضرتك بصي حاجة سوسة انت دلوقتي دفعت الفلوس لمن وكلتي ان يوصل هذا المال لقدائن فالمال ما وصلش الراجل ما قبطش المال ده فما زال المال في زمتك والمال ده راح صرفوا زوج حضرتك الله يرحمه فالمفروض ان المال اللي صرفوا زوج حضرتك الله يرحمه ده دين عليه هو دين عليه هو ليك انت يبقى تعالي نقول كده يبقى الحج صاد ليه دين عليك ليه جزء من دينه لسه ما سددتيش حضرتك وانت ليك دين على زوجك الدين اللي هو كان الفلوس المفروض يوصلها للحج صاد يبقى انت حضرتك لو ان زوج حضرتك ليه تاركة المفروض قبل ما تطلع التاركة دي يدولك الفلوس اللي كان مفروض يوصلها زوج حضرتك ليه الحج صاد لكن الحج صاد ما زال ليه دين نعم لان الدين دات لم يسدد لم يقبض هذا الدين لان حضرتك مقره ان زوج حضرتك لم يوصل الدين للحج صادق انت بتقولي انا دفعته اه دفعتيه عشان زوج حضرتك يوصله وما وصلهوش يبقى زوج حضرتك ما دين ليكي بهذا المال وما زال حج صادق دائن لحضرتك بما بقي من دينه عليك